في حاجتين عايز اتكلم فيه في حاجتين عايز اتكلم فيه حاجة ايجابية جدا وحاجة مش ايجابية اوي وهتبقى عكس الطيار خالص الاهلي منذ الهزيمة من الزمالك في كاس السوبة الافريكي يوم الجمعة الماضية وهو قفل البيبان عالاخر وعمال جوه يحل مشاكله والله انا كان ناقصني مدير كورة هات محمد رمضان مدير رياضي والله انا اللعيبة بتاعتي ما كيتش ملتزمة ورايحة وعمالة تنزل في ستوريز وحفلات وافتتاحات وحاجات كده مش شايفين لا صور ولا افتتاحات ولا حفلات ولا اي حاجة فالاهلي قفل على نفسه ليه عشان يصلح البيت اللي يعني اتبهدل سيكة حتة صغيرة كده قلتلكم انا من كام يوم ليه انا مش في مصيبة ولا في كرسة ولا في ازمة ولا في حكاية زي ما بعض الناس بلغت في الامر قال لي خسر مباراة صحيح ببطولة صحيح قدام الزمالك بس هيك هي التسعين دقيقة عندوش حكاية كبيرة يعني قبل كده نجاحات مبهرة الحاجة التانية الزمالك الزمالك من حقه يفرح فرحة كبيرة جدا إدارة وجعاز فني ولعبين وقابليهم جمهور نادي الزمالك اللي يامة تعب من أزمات ومشاكل وتغييرات وخسار في بطولات وحاجات كثيرة اوش فالفرحة مقبولة جدا ولو تفتكروا من كام يوم كان في بعض الناس يقول لك يا عمدوا بفرحانين اوش ما يفرحوا اوش ومن حق الزمالك يفرح اوي اوي في ظروف صعبة قادر تكسب بطولة في ظروف صعبة قادر تكسب الاهل الأكثر استقرارا في ظروف صعبة تكسب بطولة أفريقية التانية بعد الكون في الدراضية فمن حق الزمالك يفرح ولكن حاسس كده ان الفرحة مطولة طولت وحنا رايحنا على نهاية الاسبوع اهو طولت الكل فرحان زيادة مش مكنان بقى الجمهور سيب الجمهور يفرح الى مالة نهاية تكلم على الفرقة على النادي طيب هي الفرح عيب يعني مثلا هل أنا طلع للوقت وانتقد أقول ياللي فرحانين لا طبعا افرح ومن حقك تفتخر وتنبسط بس احيانا الفرحة لما بتبقى مبالغ فيها ممكن تقل بالعكس ليه عشان جمهور الزمالك مش هيرضى بس بكاس السوبر ده عايز السوبر المصري وعايز الكونفيدرالية وعايز الدوري وعايز الكاس عايز يرجع زمالك زمالك عايز يرجع الزمالك بتاع زمان مش البطولة خد بطولة اهو واحنا كسمنا بطولة لا مش هيكل مع الزمالك او جميل الزمالك الكلام ده طيب انت ايه ده للاتك عالكلام ده فين الفرحة المبالغة من التصريحات يعني بص لنا ولا انت اذا كان كنت منتمل الزمالك او مش منتمل الزمالك بتشجع الزمالك او مش بتشجع الزمالك لا يجرؤ الشخص انه يقول انه الزمالك مش نادي كبير وعظيم في تاريخ مصر وقرى الافريقية تأكيد المؤكد ده حاجة غريبة انه اقول شوية الزمالك هو اعظم نادي الزمالك هو احسن نادي الزمالك مخيف الزمالك بقى مرعب الزمالك بقى خطير حلو انه الزمالك يبقى كده بس الزمالك لسه ما بقىش كده ايه الحق ده كريم عايز يهبطنا مش كده خالص ده الزمالك بالقدرات اللي موجودة دي بالامكانيات دي قادر يكسب بس عشان يبقى مرعب فعلا ومخيف جدا محتاج استقرار جدا محتاج ازمات ومشاكل خارجية وداخلية تتحل يعني الغرامات والازمات ومرتبات اللاعبين وانك تدعم بالنواقص كل ده هيد استمرارية عظيمة النادي الزمالك وساعتها كلنا نقول الزمالك اصبح مخيف ومرعب حتى هذه اللحظة كسب بطولة قدام النادي الاهلي من مباراة واحدة ماذا عن الاستمرارية؟ ده السؤال لسه جنبه علامة استفهام فالاجابة على علامة الاستفهام دي دلوقتي غلط يعني لما تيجي تجاوب لا تقول الزمالك مخيف ولا تقول ان الزمالك ضعيف لسه مشوار طويل الزمالك في مرحلة لاستشفى بيصطفيق من أزمات كثيرة الضغط ده بدون قصد ممكن الإدارة تعمله على نفسها يعني تخلي الضغط ده على نفسها هي ويبتشتغل مش محتاج تعمل كده جهاز الفن يعمل كده اللعيبة تعمل كده انتو مش محتاجين انت طالع ساهمك أغدر يعني ايه ساهمك أغدر يعني هو لسه بتطلع ما تقولش فجأة انا بيدفوق عشان ممكن يحصل ايه طوال العكس ان احنا التانية النادي الاهلي خصي المباراة قال لك اقفل بقى اقفل لقال لك مشاكل ولا أزمات ولا حكام ولا قصة ده كان على جب كده وقال لك يهافل على نفسي أردت بالبيت أرجع تاني ايه مخيف عشان اقول اهلي فعليا الفترة اللي فاتت كان مخيف دي حكاية وده برضو عشان أجيب أجيب لك من اللي قلته في الأول أقول لك في الآخر ده مش معناه ان الجمهور ما يفضلش يفرح كل يوم واللي يقول لك ما تفرحش يا جمهور الزمالك قل له ملكش دعوة انا بفرح بفرقتي وبفرح بندية وعايز افرح طول العمر انا مش القصد من الكلام ده الجمهور جمهور من حقه يفرح طول الوقت طيب دي حكاية